موسيقى الدكتور هيثم دبابني انا اخصائي دماغ وعصاب جلطات دماغ وقصر علاجي وعمود فقري اليوم بدنا نتحدث عن اعراض وعلاج انواع النزيف الدماغي بدنا ابدأ بالتفصيل بنوع نوع شو اعراضه وعلاجه اللي عندنا الايبيديورال الهيماتومة اللي هي النزيف فوق الجافية اللي هو الورم الدموي فوق الجافية هذا زي ما حكينا بالسابق دخل بحادث سيارة او طفل وقع عن كرسي خبط راسه بالطاولة هالشخص او المريض بفقد الواي بس ممكن يرجع يصحو بس بصير بعد ثلاث اربع ساعات برجع بفقد الواي كانت بسموها يلوسد انتيرفل اللي لازم نكون متنبهن لها اي حادث حادث سيارة وقوع هوشي السبب اللي صار في ضرب مباشر على الدماغ وصار في فقدان للواي اللي تجهل للطوارئ مباشرة عشان نمنع انه الدم هذا يكبر بطريقة انه يؤثر على الدماغ ويعمل نهرنية افضل اشي روح الطوارئ يعمل صورة طبقية للدماغ لمعرفة اذا هذا النزيف موجود لانه سهل علاجه مجرد فتحة صغيرة منزيلها المكونات الدم الشريان من سكره انتهى الموضوع النوع الثاني من النزيف اللي هو سب ديور اللهمتهم او النزيف تحت الجافي الورم الدوامي تحت الجافي هذا سببه بسير عند كبار السن وسببه الأوردة بسير تتمزع بسبب ضمور الدماغ بسبب حركة سريعة بسبب المرضى معظمهم الكبار بالسن اما على ممياد الاسبرين والتلافيكس كل هاي بتحفز بانه يتكون عندنا سب ديور اللهمتهم شو عوارض هاي سب ديور اللهمتهم معقول الورم الدموي تحت الجافي عوارضها باعتمد على موقعها ممكن تأثر على النطق ممكن تأثر على الحركة ممكن تأثر على النظر ممكن تعملنا شحنات زاهدة تشنجات عند المريض فاذا صار اي من هاي العوارض انا بنصح المريض يتوجه للطوارئ او يتوجه للتكتور مباشرة يعملوا صورة مباشرة طبقية لتحديد انه بتفيعنا الورم تحت الجافي ولا الورم الدموي تحت الجافي او لا طرق علاجه علاجه بعملية جراحية بسيطة تقب عن موقع النزيف ومن فضل النزيف من الجمجمة الطريقة الاخرى للعلاج هي ممكن عن طريقة قصرة العلاجية نحط تيوب صغير لعندي الشريان اللي بيغذي هاي المنطقة اللي هو الميد المينجيال ومنسكر هاي الشريان ومع الزمان بروح النزيف او ممكن اذا كان مش عامل عوارض للشخص او المريض ممكن بس ان ضمن تابع المريض بصور متتالية كل اسبهين او كل شهر نتأكد انه ما زاد حجمه ونتأكد انه حجمه عمضق اذا هذا الاشي صار ملموس مع المريض المريض ما بحتاج لأي اجراع جراحي النوع النزيف الثالث اللي هو نزيف تحت الغشاء العنكبوتي او النزيف العنكبوتي اللي هو صبع ركنودل هامريش النزيف هذا بحدث نتيجة تشوه وريدي التشوه الوريدي هو عبارة عن امدم بالاسم العامي والاسم العام الان ينسم وهي بكون عن سببها ضعف بالشريان بصير فيه زي فقاع كيف عجال السيارة لما يصيروا يقربوا يهتروا بصير فيهم عليهم بلدين صغيرة نفس الشي هذا بصير بشرايين الدماغ هذا ممكن يؤدي الى نزيف دماغي تحت الغضاء العنكبوتي زي ما ممكن عجل السيارة ممكن يفقع والرسالة ينفس من اهترام هلا هاي كيف نعالجها نعالجها اما نفتح الجمجمة ونحط كلب عند النكتات الانيرزم وين اقل اشي يضعف بالانيرزم ونسكرها ونمنع الدم ان يدخل عليها او ممكن ندخل عن طريق القسطرة نحط شبكية تمنع الدم ان يدخل على التشوه الشرياني او ممكن نحط كويلز بكاتينام كويلز لفائف لولبية بلاتينية ونحطها داخل هالامدم ومنع تدفق الدم داخلها هلا هاي بايش عوارضها عوارضها انه المريض بيجيني يا اما فاقد الواي يا اما صار عنده اسوأ وجع رأس بحياته يعني اي واحد موجود بالعالم عنده رح يصيبه يوم بالايام وجع رأس هلا هذا الوجع الرأس بيكون مختلف عن كل وجع الرأس انه هذا اسوأ واحد بحياة الشخص اسوأ وجع بحياته لازم يروح على الطوارئ مباشرة ويعملون صورة طبقية نتأكد انه ما في نزيف ضروري جدا وعشان يتم علاجه ليمنع الوفاء هلا في عنا ثلث المرضى اللي بيكون عندهم تشوه شرياني واحنا مو عارفين عنه ثلث ما بيضحبوا المستشفى للأسف بس اذا اكتشفناه بالطرق الحديثة طريق الطبقيات وشرايين والرنين نعمل صور دورية اذا شرايين الدماغ والراقبة ممكن نستبق هذه الأحداث النوع الرابع من النزيف اللي هو النزيف داخل الدماغ نفسه اللي هو وحنا حكينا عن أسبابه بالسابق اللي هو الضغط العالي للشخص المريض اللي مش متابع ضغطه ومش مسلطر علي ممكن يعمل نزيف في مواقع معينة من الدماغ اللي هو اللي هو هاي الأماكن مهمة جدا فيها شعيرات الدقيقة بالدماغ هاي شعيرات الدقيقة بالدماغ ممكن يصبح فيها تسريب ويعمل ضغط على أجزاء حيوية من الدماغ إيش أعراض النزيف اللي هو دخل بالضغط العالي أعراضه ممكن يعملنا شلم في الجهة يمينة أو جهة شمال من الدماغ ممكن يعملنا العيان ممكن يعملنا السفراغ ممكن يعملنا صعوبة بالرؤية ممكن يعملنا عدم قدرة على المطق تحدث فجأة علاجها باعتمد على موقع النزيف وسببه وحجم النزيف نحب نخلي هايدا المختص بس يشوف الحالة ونجاوب على كل حالة كيس بركيس يعني كل حالة لها طريقة علاجها المثلقة ما في طريقة معينة لتعالج كل أنواع النزيف في نوع من نزيف هذا سببه التشوه هات الشريانية أو الوريدية داخل الدماغ اللي هي عند الأطفال في عندنا اتصال الوريد والشريان مع بعض خلقيا أو غير خلقيا اتصالهم مع بعض ويؤدي إلى ضعف أو لا بيؤدي إلى ضغط عالي من الشريان الدم منتقل من الشريان إلى الوريد من دون أنه يدخل على الشعيرات الدموية الصغيرة اللي بتبطئ ضغط الدم فبيصير عندنا ضعف بهالوريد وبيصير في عندنا نزيف عند الحلقة تالية لهاي ممكن يتعالج بالقشطرة العلاجية بدخل ونحط بداخل هاي الأوردة والشريين مادة زي الزفت اسمها أو فيل هاي المادة بتسكر هاي الشريان تنتشر فيهم أوردة وبتسكرهم تمنع تضافق الدم السريع تقلهم عشان ما يؤدي إلى النزيف الطريقة الأخرى ممكن ندخل ونستقصلهم نوصها للشريان والوريد اللي بغذي منطقة من الدماغ بالأخير بحب أنصح جميع المستمعين والمشاهدين إذا في صار عندهم أي حالة من الإغناء وجع رأس شديد أسوأ وجع رأس صار عندنا ضعف بالإيد أو بالرجل اللي صار عندنا مشكلة بالنطق صار عندنا مشكلة بالبصر إنهم يتوجهوا مباشرة للطوارئ مستشفى مختص ومحيئ لعلاج هذه الحالات وطلب الطبيب المختص وذي وذي شيء من كل شيء